لازم وانت بتختار تقرف المدرب اللي هتختاره الرخص التدريبية ايه؟ لان الرخص التدريبية ممكن تسمح لك انك تقعد على الدكة وتبقى مديرا فنيا ولا تفضل قاعد برا في المدرج لغاية لما تحصل على الرخص البرو الرخص التدريبية معيار اساسي مهم جدا من ضمن المعايير وانت بتختار انا بقول هنا اللي بيملي علي ضميري وانا بتكلم لمصلحة القرى المصرية اختيارات المنتخبات ليست وليدة الصدفة اختيار المنتخبات تأتي بعد دراسة متأنية واعتقد بيان اتحاد القرى كان الحد والاجتماع دلوقتي والقرار بعد ساعات او بعد دقائق هل في 48 ساعة حدثت دراسة؟ اشك هل هناك قرار كان متفق عليهم الحد والنهاردة اناخده؟ اشك لان الكلام كان على مدرب اجنبي ما هو موقف الكابتن محمد يوسف الذي تم تعيينه مدربا عاما لمنتخب مصر؟ هل سيعمل مع الجهاز الفني اللي من المفترض الاعلان عنه خلال دقائق؟ لانه خلاص فيه فيه اعضاف الاتحاد اعلانه عنه بشكل رسمي يعني هل ممكن يبقى مدرب عاما على الكابتن حسام؟ ولا الكابتن حسام عايز الكابتن احمد الكاس؟ دي برضو اختيارات احنا بنتكلم عليها لان الاختيارات دي في النهاية هي مش قصة مدير فني بس لا مدير فني الجهاز المعاون هل الجهاز عنده خبرات كبيرة ولا ما عندهش خبرات كبيرة؟ الجهاز الاداري هل الكابتن حسام حسن او كابتن ابراهيم حسن هيبقى كمسؤول اداري عن المنتخب؟ عنده خبرات في القرى الافريقية يقدر ينظم دلاب العمل الاداري لجهاز المنتخب بعد الفشل اللي حصل في الجهاز الاداري للمنتخب السابق؟ اتمنى الناس تدرس بالشكل ده انا قلت اللي المفروض يتقال في اللحظة دي عن فكرة اختيار مندرب منتخب مصر لان انت المفروض عتختار جهاز فني لغاية تصفيات كأس العالم او كأس العالم عشرين ستة وعشرين عندك سبق من الاجندة الودية في شهر ثلاثة مطشين تصفيات كأس العالم في شهر ستة تصفيات كأس الأمم ست مباريات في تسعة وعشرة وإحداشة الناس مش وغدا بالها ان فيه تصفيات كأس أمم في شهر تسعة اللي جاي وكأس الأمم تبقى اللي بين المغرب الصف اللي جاي يعني بالزبط بعد سنة ونص وبعد كأس الأمم عندك كأس عالم في عشرين ستة وعشرين فانت المرحلة دي يا اما تلحق المركب قبل ما تغرق يا اما هتغرق بالكل ده اللي المفروض اللي التحاد دلوقتي وهو بيفكر في الاختيار يفكر بتأني ولو الشرع الرياضي بيقولك وجهة نظر لازم تدرسها مش لازم تقررها الناس اللي ما بتقول رأيها بتقولك رأيها وهي مش على الكرسي مش هي درسة ومش شايفة هي ممكن تتعامل بعاطفة ممكن تتعامل بعاطفة وانا من الناس اللي ممكن اقولك ما الكابتل حسام حسن ياخد المسئولية ويجرب اوكي بس هل التوقيت ده مناسب لي ولا كان التوقيت يبقى يكون قبل كده يعني ممكن توقيت اختيار الكابتل حسام يكون موجود قبل توقيت فيتوريا ممكن يكون توقيت مناسب جدا ممكن التوقيت اللي دلوقتي ده ممكن ما يكونش مناسب ليه الحاجات دي بتدرس على ترابيزة وفيه لجنة فنية وفيه مسؤولين بيعودوا يدرسوا المسألة مش فكرة ان حد يقولك ايه طب ما نجرب عمرها ما كانت بالتجربة يعني تلحق المركب وهي في عرض البحر يام المركب هتغرق بكل الناس اللي بتدير بالشكل اللي احنا شايفينه لان انا استعرضت بيان رسمي صدر اول امبارح ودلوقتي بيطلع قرار مخالف تماما لكل اللي كانوا بينقشوه اول امبارح ده اندل على شيء يبدو ان ما فيش تغطيط لأي حاجة